يلوح شبح المقاتلات والدبابات التي نشرها الجيش التركي في محيط مقاطعة عفرينة السورية معززاً وقع طبول الحرب التي تقرع منذ أيام في أنقرة ضد المقاطعة ذات الغالبية الكردية غربية نهر الفرات الصور التي نقلتها المواقع التركية لما قيل إنه طائرات من طراز هوك وعشرات الدبابات والآليات المدججة تزامن مع تجديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعيده بقرب انطلاق عمليات عسكرية جديدة للجيش التركي والفصائل المعارضة الموالية له في سوريا ضد ما وصفه بالممر الذي يهدد أمن تركيا بالطبع ستكون المعارضة السورية جزءاً من العملية وتقاتل إلى جانب قواتنا إذ أننا نخوض هذه المعركة من أجلهم وليس من أجلنا نحن نساعد إخوتنا على استعادة أراضيهم لأننا إذ لم نفعل ذلك اليوم فسيكون في المنطقة ممر يهدد أمننا غداً وقد تصعدت وتيرة التهديدات اللفظية الصادرة عن أنقرة منذ إعلان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نيته تشكيل قوة من 30 ألف مقاتل لتأمين الحدود السورية مع تركيا والعراق بقيادة قوات سوريا الديمقراطية وحاول رئيس الأركان التركي خلوس أكار في بروكسل بلا جدوى استمالة أعضاء حلف شمال الأطلسين نيتو لوقف الدعم لوحدات حماية الشعب الكردي أحد أقوى أذرع قوات سوريا الديمقراطية قسد التي يتوقع أن تشكل عصب قوة حرس الحدود التابعة للتحالف غير أن تهديد الرئيس التركي بوأد قوة حرس الحدود التي يفترض أن تنتشر شرقيا نهر الفورات خلى من أي خطوات عسكرية في هذه المنطقة التي لا تملك أنقرة أي ثقل عسكري فيها في المقابل يشي التحشيد العسكري التركي في محيط المناطق الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردي وقوات قسد غربي الفورات وتحديدا في عفرينا ومنبج أن أنقرة ربما تسعى لقطع أي امتداد جغرافي لكيان كردي تخشى تشكله مستقبلا غربي النهر خطط عبرت قيادات كردية في قوات سوريا الديمقراطية عن أملها في التصدي لها عن طريق تزويد قوة حرس الحدود المزمع إنشاؤها بقوة الردع اللازمة لمواجهة التهديدات التركية والنظامية السورية